ترأس اسمو الشيخ منصور بلزايدا نهيان نايب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي هذا ونقش الاجتماع دعم برامج استزراع الأحياء المائية بالدولة وسياسة رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسياسات المقترحة لتعزيز منظومة الأمن السبراني ومشروع هيكلة الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى إعادة تنظيم شؤون العاملين في المنشآت الفندقية كما نقش المجلس مشاريع إعداد عدد من القوانين الاتحادية